وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اليوم اتفاقا يمهد الطريقة لتشكيل حكومة مدنية ولإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد ووقع الاتفاق الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من القادة المدنيين خصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيس الذي استبعد منذ ما يوصف أنه استئثار الجيش بالسلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 الاتفاق لقي ترحيبا واسعا حيث رحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية رحبوا في بيان بتوقيع اتفاق إطاري بين الجيش السوداني والقادة المدنيين والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية باعتبار أن الاتفاق خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات من جانبها رحبت الآلية الثلاثية في السودان بتوقيع الاتفاق الإطاري ووصفته بأنه خطوة أولى حاسمة نحو تشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية السفير الأمريكي لدى الخرطوم رحب بتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي الذي سيظل مفتوحا للتوقيع خلال المرحلة المقبلة بدوره الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول الخارجية جوسيب فوريل رأى بالاتفاق علامة بارزة على طريق استعادة الانتقال إلى الديمقراطية